بسم الله الرحمن الرحيم توجه بالشكر لكل القائمين على هذا الجامع العلمي نشكر الدكتور محمد سعد والدكتور سنوسي على ما بدلوه في هذا الصرح التعليمي شكرا لدكتور رافع على التقديم أنا تمنيت تكون محاضرتي في الأخير أو في النص لأنني أعديتها وبحيث تكون موجهة لابناء الطلبة لأن هذا مشكلة مهم جدا وهم الخط الأمامي في الورال كانسر ومن خبرتنا في الخمسة وعشرين سنة الماضية أو أكثر في العملي في المستشفى أن أغلب الحالات كانت جينا في بعد ما شفوها الناس وتعاملوا معها الأسف بطريقة المش المثلة طريقة الخطأ مما أدى أن حوالي في الإحصائية اللي حتشوفها في النهاية حوالي 80% من الحالات وصلونا بستيج فور ولما توصلك حالة استيج فور يعني تقريبا هذا حالة محكوم عليها يعني بعد قضاء الله محكوم عليه بالموت لأن الأورال كانسر هذا مهواش جوك إنه سيريس كوندشن سيريس ديسيز وللأسف الشديد الفائف يارس تتغير من 80% أو 90% في ستاج ون إلى أقل من 25% في ستاج فور فشوف الفرق يعني وهذا الفرق يصير ما بين ستاج ون وستاج فور في بعض الوقت في ستاج فور يعني مهوش سنين هذا يعني ممكن في أربعة خمسة ستة شهور المريض من ستاج ون يصبح في ستاج فور يعني تتخيل أنت نقصت له نسبة الشانس في ستاج حوالي 60% فالأسف الشديد أغلب الحالات هي ليه الدياغنوصي الهائي موربديتي والهائي مورتاليتي تقريبا كما تتغير من الحالات الإنسدنس الإنسدنس من الحالات الإنسدنس أصبحتنا نشوف فيه في الفي ميل أيضاً في ميل اللي هو كان بريدومينانتلي في الإلدرلي ميل الآن نشوف فيه في اليونغ بيشينتس ومع المنزل للأكهول والتوباكو والإنسدنس وهو أغلب العالم الآن توجه للإنسدنس في اليونغ طبعاً، هناك الكثير من الناس يشترك المنزل للخصص يشترك المنزل للإنسدنس من المنزل للإنساد سواء في اللب أو الميكوزة أو اللعس أو البلد أغلب الحالات هي في صحيح الاجتماعي وخاصة في جنوب شرق آسيا وكانت الهند والآن في الإحصائيات أن البنجلاديش هي من أعلى الارياء من التواصل الاجتماعي لو نشوفوا بعض الإحصائيات نشوفوا المنين والموين المن مور أفكتد دان وموين ممكن من أعلى الارياء من التواصل الاجتماعي والموين بالأقل في الأحصائيات أيضا هناك موين بأمانات في المدينة لو نشوفوا في نص الجراف ولكن المورتاليتي رات لا تقل في الأحصائيات الاجتماعي لأن الاحصائي للأقل والسطاندرين الهلت فسيليتي يختلف من الدول الغنية للدول الفقيرة فلو نشوف في الأعلى الجراف الأول هو عالي جداً في لون إيكوناميكاً لو ننزل لوته شوية في الهائي انكم إنه عالي في المال لكن الهائي الأزرق الهائي الأزرق مباشرة في الهائي الأزرق من الهائي الأزرق السكويمس الكارسينومة هو أكتر تيومور أفكت الكافتي لكن هناك الكثير من مثل سليفر جلند، ملانومات، لنفومات، ساركومات يمكنهم أن يرون في الكافتي ولكن مع أفضل أفضل شربة أفضل أفضل في الأسبوع متوعدد في الأفضل الذي ستتحقه تقنق بكثير من أكتشف ورائق الموضوع، مثل كل أحد من الهائي الأفضل يمكن أن يكون أفضل 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 الهائي الأصاب قام بتوزل أبوث إذا كانت تحت 10 مليون من قبل 2020 والكبروث ولم يصدف أفضل 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 في أمريكا يوضح في العام في 2022 ١٢٠٠٠ ألف حالة جديدة سجلت ١١٠٠ ألف حالة جديدة لأنهم كانوا يتحدثون لذلك في بانغرادش الآن في ٢٠٠٢٠ هو أكثر من حالة حالة جديدة لو نشوفوا المينا ريجي اللي هي الميدل إيست نورت أفريكا في ٢٠٢٠ تقريباً ١٠٠٠ كيس هذو ما بس اللي ربورتد وأنا أعتقد أنه سيكون الهالة لأننا لم نعرف أي مقاعدة على الأقل منطقة مثل الليبي لا يوجد أي مقاعدة في الأورال على الأطلاق يعني لا أحد يعرف قد نعرف قليلاً لدي بعض الأحيان أو دكتور سونوسي أو رافع أو أحد زملائنا لم يتمسق في جراحة طيب كما نحن لو نتحدث بعض المواد لكن لا نحن لدي أي مقاعدة أو مقاعدة للأورال وأنا شخصياً حاولت كم مرة واتصدت ببعض الزملائنا نجعله مقاعدة للأورال في الليبي بحيث يكون في ناشينا رجيستري زي البريست وزي بعض الكانسر الثانيات الحالات هذه هم 40% في الميناء في الميناء ريجن دائد في أورال كانسر يعني نشوفوا 3500 حالة في سنة هدوما دائد في أورال كانسر الأسوأ من هكي الغلوبكان إنسيدنس يتوقعوا أن الأورال كانسر في الميناء ريجن هيكون دابل باي دير تونتي ثيرتي في الميناء ريجن اللي هي الاريا بتاعنا نحن مقارنة ببقية العالم اللي هي ممكن تكون نقريز باي 50% فأعتقد أنه في مشكلة عندنا معندناش نحن السوشيال إدوكيشن معناش لا في الكنسومشن تعلق القحول ولا في التوباكو بس مش السيجرت معنا حاجات أخرى يستعملوا فيها الناس زي تشوينج وزي الشيشة وزي التنباك في السودان هناك أشياء في السعودية وفي اليمن فهذه كلها تشوين جديد من الأجمال أو الكنسروجيني في الميناء ريجن في منطقة نحن العربية وشركة الوسطة لو نشوفو حتى في بريطانيا ما بين 22 و 2012 ندخل نجده الانتدجه مرتدجه بشكل موجود بشكل موزح بشكل موجود بسبب المرسلين من الصحيح نحن 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 مرسلات النتوницыات الملموذية نعرف ان نحن التوباكو مع نالكوحل السينيرجيزمي بتاعها تقوم بإمكاني شخص اللي يدخن ويشرب عندها هاير تشانس مقارنة بالانلي سموكر المشكلة الكبيرة ممكن تشوف فيها نيس نوسي حامد رافع هذه المشكلة تشوف فيها الصورة الآن أنا متعقد من مدوا هذا حقيقة صراح لأن زملانة في الديرما وزملانة في الأطباء لسنان اللي هما مش ادوكيته كويس بما يخص الأورال كانسر تقريبا أقرب من نص الحالات اللي نيس شفتها ياخد في دكترين وستاتين للأسف الشديد يعني حالة أنا تركبني حالة من الغضب لما نشوفها عند المريض صراحة لكل كل أورال لجنز وخاصة في الأورال كانسر فحقيقة صراحة يعني كاريتا نحن ممكن نكون مقصرين فيها من ناحية إننا مدرناش اويرنس نحن ما خشناش للمؤتمرات الطبية الأخرى متاع الديرما ومتاع الباطنة ومتاع غيره بحيث أن نديره أورنس للموضوع هذا فالقصة له هي ممكن نحن مقصرين بالإضافة لأنه لا يوجد إدوكيشن لا يوجد إلابوريشن على الأورال ديسيز في الميديكال إدوكيشن على الإطلاق كيف نحن لازم يحف ت بفورم جود سكرينيك للأورال كافتي ما تكونش عشوائي أنا سامحوني من وجه كلامي ليز زملائي الجونيور والطلبة ما تكونش عشوائي في الإيجزاميناشن لازم تكون سستمتك لازم أنت تعود نفسك وكأنك تبدأ من جهة الإيسار الأبر لب وتنزل وتلف كما تعد في السنون 1, 2, 3, 4 لا تخليك ترى فكي وتخرج لا تخليك جيداً، 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 لا تذكر اللبس، الميكوزة، السلكس، فلوروف ماوت، التورسوم، التونسل لا تخذ منك حقاً ثلاث سنة لأنك تنقض المريض من أورال كانسر لا تنقضها، لكن تتكلم أي مريض في أورال كانسر وهذا هو الـ Key Point الـ Early Detection of Oral Cancer ليس أنت مش مهمتك لأنه مهمتين ينمنع الأورال كانسر على المريض ولكن مهمتنا الأساسية واللي نتحمل مسؤوليتها وهو إنه يدسكور ويديتكت الـ Early Lesion لأن الـ Early Lesion ستشوف القدام شيني فائدتها والـ Late Lesion شيني الـ Consequences انتحها فـ Screen هو عبارة عن Good Light Physical examination ج empowerment لأنّالك الخ bénقضي كالكيد pilot تعرف تقلی تُعرف تect detached حقاً نعمة ٤ ميكوزا من يوم الميكوزا تعرف الفرق ما بين الكيراتيели الكيراتيكي ميكوزا وِافي�يا تعرف أنك المجكلة bless the couple del компьютs لأنك م turnedar على أرداعēع Britt nec فإن النظر لا يوجد فهم أي ذلك لم ي nutrient في الموت لكن انك فيه لنف نودز لازم تعرف الدستيربيش عن النف نودز مش لازم تعرف الليفلز لكن تعرف الصبماندبل رصفايكال هادي واته مهم يعني انت شفت لنف نودز في بيشن يجب ان تكون داوتد هالسويلنج ان لازم تتحرك اخرى يعني ما تقولش لا هادي حاجة عادية مفيش حاجة عادية انت عندك كل الفاسيليتي عندك كل حواليك الان المصحات والمستشفيات موجودة بالالترساون يجب ان تجد الاسباريش والكوربييبسي والسي تي والمراي يعني ضنت وبعدين انت مش من وظيفتك بعض الاحيان انك تدير هاد كلها اهم وظيفة ديرها في الايرلي ستاجز من يور لايف ازا دينتست انك تتعرف كيف تتحرك وين تتحرك البيشن وين يجب ان تتحرك البيشن فهذه بعض الاجتماعات المهمة التي يجب ان تأخذها هادي انت مسؤوليتك الطبية طبعا هدا يحتاج النووين بروفة نحن نعرف ان في الارض مريض في منطقة ترهونة في سبهة في الشاطي في سمنو هذا مش معقولة بيرطلع على طرابلس وبنغازي على خاطر بيبسي لكن اذا كان عندنا الاسباريش والان وسائل التواصل هل بحالات نساعد فيها في ناس بوسيطة التواصل؟ صور لي الحالة وابعتها في الواتساب وابعتها في المسنجر نقول لك شو تدير وين تأخذ البيبسي وين تحطها اللي منتبعتها وبعدين ويكاريون بدل ما نعطل المريض اسبوع عشر ايان باش يحصل ان يمشي دير البيبسي انت تعرف كيف تدير البيبسي وانت يساعد للبيبسي وانت يساعد البيبسي مما عندنا تدير البيبسي وانت تعرف كيف تدير البيبسي اذا كنت تعرف كيف تدير البيبسي وانتبعته بالحالة والنفنود وانتبعته وانتبعته وانت تعرف ماذا يتبع ان تساعد الشخص اللي بتحول الحالة نحن نحن نستطيع استخدام نتبع لا يمكنك إستخدام لسيطة عندما يوجد من نتبع نتبع المنجم القانسل هو الروكو الريجوني يعني ما هوش في التنج فقط في اللبس معناه هو ينتقل في اللينف نوتس سوى في السورفايكال وصف مانديبلو ممكن يكون ميتاستسز فما لا يمكن أن نتلقى الانسر في التنقنسيتا لا يجب أن تتعامل المريض يجب أن تعمل في عملية، يجب أن تسجل الانسر يجب أن تقوم بعمل المريض يجب أن تسجل المريض لا أعرف إذا كان عنده سكندري أو أنه في الموت هو عبارة عن سكندري، لا يوجد برايمري الآن كثير من الحالات البرستانسر وحالات البرستات حقا كما حالة؟ أجتني هي عبارة عن سكندري، فنحن نريد برايمري يجب أن تقوم بعمل المريض تقوم بعمل المريض في المرية تقوم بعمل المريض في كل مكان، في الكولون، في مكان يجب أن نتحرك إذا كان لدينا أي مرشن في الموت، يجب أن يكون في الموت يجب أن نتحرك، يجب أن تحكير لا تنبعها كافياً طبعاً، إما يجب أن تخصي المريض عندما تأتي المريض تي 1 أو تي 2 يعني أقل من 2 سانتي هذه سيمبل سيرجيكال اكسجن ميبي ود رادياشن انت يسيف المريضة لطوف هل يعني مريض تخيل انتو مش شايفين بعض الحالات منكم بعض منكم الحالات اللي هي ود تنغ ريسكشن والله من ديبلكتومي والله ميجزيلكتومي الحياة متاعها مسكين المعاش عندها جود لايف يعني it's difficult to eat, difficult to talk smell, infections cosmeticly, it's changed فهي صراحة راه لها تحتاج ل socio psychological support للمريض هذا ونحن الاسف غايب عندنا في ليبيا مفيش فwe have to support المريض we have to make the proper examination to avoid late stage disease طبعا في السابق كانوا اغلب المرضى دوما elderly الآن نشوفوا فيهم حتى في ليبيا في الاربعينات والثلاثينات انا شفت كم حالة في الثلاثينات وحتى في العشرينات والاسف واحد منهم كان زميل دكتور قل من 30 سنة وكان يعالج فيه زملاء في الديرما بالدكتورين وهو ساكوامس الكارسينو مفتنك فهذه كل الحاجات يعني موجودة فاكت نحن ما نتبلوش على الحد ولكن للأسف شديد انها موجودة فالحالات هدوهم يحتاجوا ميزوري كونستركشن بعد الاحيان يحتاجوا تتشغيل القصف اجل قامة آج وقت يحتاجوا آج وقت تخطط نفس ميزورات قامة ضج سهد يحب يحتاج تخطط هذا كل مشاكل الـ Late Diagnosis of Oral Cancer. هذه بعض الـ Areas which can be used for reconstruction. بعض منها نحن نعرفوها. بعض منها يستعمل فيها البلاستيك. بعض منها تحتاج لـ High Skills. لكن ربي يوفر الحاجات هذه في الجسم بحيث يتعوض للفاقد الآخر. فلو أفرريكم بعض الحالات. هذه ممكن بعض الأحيان أن أنت يؤفر. قل لا هذه حاجة بسيطة شوية Oral White Legion وخلاص. لكن إذا تظهر بسيطة شوية ، إذا تعرف المختلفة بين الـ White Legion وإلا الـ White Legion التي تحدث فيها تغيير أو تغيير أو أي ديسبلازيا ، سوف تظهر. إذا لم تتعرفوه ، فإن تتعرفوه. هناك زميل آخر لك يعرف هذا. يعرف أنه يأخذ الـ Biopsy. بعض الأحيان أنت بنيتك الصافية تأخذ الـ Biopsy لأنك شكيت. تأخذها من منطقة ما هي الصحة. وليس المنطقة التي فيها الـ Disease. وانت في الحالة هذه لم تنفعت المريض عندما تضرّيت المريض. وانت قلت المريض ، لا خلاص ، ما عندك شيء. عاد يروح المريض يأخذها بسيطة ، يأخذها بعد 4 شهور. فالـ location where you take the Biopsy بعض الأحيان ما هوش بسيط. فـ You have to consult colleague who knows how to do this or to show you how to do this. التراومة من التيت والـ Dentures والـ Remaining Grutes والـ Claspes والـ Ortho. هذه كلها يجب أن نحصل على حيث. هذه كل حالات ترى فيها Traumatic ulcers. وكلهم فيهم Dysplasia. الذي يصاره ويعلمين هذه كارسينومة. نسيتكم. بعض الأحيان يأتيك المريض بـ Pre-Existing White Lesion. الحالة على يساركم على يمينكم. هذه Likylbrainus. هذه Likylbrainus. وDysplasia. لو تشاهده بجهة الـ Lower Canine هذه كارسينومة. وبعض الأحيان يأتيك فران كارسينومة كاملة. تجد التنج كلها. لأن المريض ممكن أنه لم يرى أحد أو شاهده. ولم يرى أحد أصدقاء ولم يرى أصدقاء كارسينومة. هذه هي Likylbrainus. وهذه هي كارسينومة. الحالة على يمينكم. هذه كارسينومة. تجد التنج. والأخرى هذه كارسينومة. تصور منها Large Size لكن كارسينومة. لا هي Deeply Invisive. وكثير من الحالات لو نبروكم. في نفس الوقت بعض الأحيان. نحن تسبكت حالة أن يكون تيومور. والحقيقة لا هي تيومور. هذه حالة توا فيه ممكن ثلاثة شهور فاته. Denture Clasp Trauma. المريضة. لا نرى ما فيه. لا نرى ما فيه. عندما ظهرت الدنج. المريضة. المريضة من طولة سنتي ونص. في نفس الخط. لو ترى فيه في نص الألصر. هذه منحنا منحنا. ثلاثة شهور. وفي تلك السابق. كنت في الهدفة. في الهدفة من المريضة. حيث ترى فيه مكان. فقط لا يوجد الحالة. يعني المريضة لا يجب أن ترى بيس. لا يجب أن ترى. لكن لا تستطيع أن ترى لها. فقط إنك تستطيع حالة جيدة. في هذا الموضوع. لذلك. شلت الحالة ثلاث سبيع قبل من تهور ونقص لكن بعض الاحيان ما تكون شكي فما نشجعش كل حد ان يشوف لا خلي نحوله الكلاس مستنه شهر لا منشجعك شديرك ولا تقصها نشجعك انك تتحولها لزميل اخر اللي هو ممكن يعطيك البتر ادفايس بعض الاحيان هي ما هيش صوفت تيشو كانسر هي بوني كانسر هي انتر اوشيس لكن مش نشوفها للأسف الشديد لليت ستيج لانها تونت تبريزنت ايرلي ستيج فهذه كارسينوما ماندبل رأيت لي بعد ما طلعت الكانسر من البون واصبحتها في الصوفت تيشو كانسر يجيك المريض بيلوز ديث لا والله هذه غرنيلوما الحالة اللي فيها الاسنان هذه تحولت لي على اساس على اساس غرنيلوما بدون بايبس هيك تشخيص عشوائي لان سنون يتحركوا ومحاولي لها السنترل في النصف وللأسف ان هذه كانت كارسينوما ماندبل ويجب ان يجب ان نتحركوا من الماندبل كما تشوفوا هنا هذه انتر اوشيس كارسينوما كارسينوما يمكن ان تشاف مجزل على طول كما في اليمين وممكن في الحالة الثانية هذه كارسينوما تصور تقعد لحين ما تكبر لدرجة انها تاكل المجزل معها فالكيسز ليس ديما غرنيلوما وليس ديما بريو المريض اللي عنده بوسط نزل درب وعنده مشاكل في النوز ليس ديما هي ساينيسايتس وممكن تكون بس نتيجة دينشر زي ما تشوف الالدر لهذه الحالة هي في جهة اليمين هذه ديس بلايزية تشينجز في الميكوزة نتيجة عليه اريتيشن من الدينشر وبعض الاحيان تشوفوا حالات زي هاده مهم ماش كارسينوما لكن ديلوك لايك تيمر زي الكيراتيوكانتوما وزي السيالوميتابلايزيا زي الحالة هذه العلمين انا شخصيا في الاول توقعتها تكون كارسينوما لكن دبل بايوبصيد وطلعتنا فيش ديس بيزة عبارة عن تقريبا كون سيالوميتابلايزيا معرفها شو البيتولوجست ولكن ما فيش ديس بلايزيا وكل ما حاولت ان تفهمها وقل لي ما فيش ديس بلايزيا ما فيش كانس برغم ان يعني باتولوجست نعتبرها كويس يعني على القل الموجودين فلكن لازل يجب ان تتبعوا بالكيس على القلل باشتطمئنني يعني ما تخليش المريض يمشي يريح منك وخلاص وخاصة المريضة هالي كانت من سرط نتشرب بها شخصيا يعني نحاول ان نجيبها بحيث اني يعني ما تبيش يعني ما تبيش شارك بك دم من حالة زيكي اللبس للأسف الشديد بان رغم ان اللب هو والمريض يجيك بزيتوا بي كانسر في اللورلب يعني لهو عدل عليه ولمشيه دكتور اسنان انتباه له ولا دكتور جلدية قال له شنو اللي عندك هذا اسئل يعني مش قصة انت المريض لما يجيك ما تركزش على الأسنان صحيح نحن دينتست وركزه على الأسنان رقم واحد ولكن محيط بالأسنان سبقال الميكوزة واللب والفيس مسؤوليتنا انه وين فورم المريض على اني ابنورماليتي سين عالج عندك ما علاجش عندك موضوع هو هدك حر ولكن من مسؤوليتك اعتقد ان ما اش عارف لك مسؤولية طبية اعتقد ان مسؤوليتك انك تنبه لانك انت شفت خطأ ما هواش نورمل ومنابهتش عليه مريض هده هم ثلاثة فيهم حالة ديسبليزيا ويحتاجوا لي لب شيف الكومشور مش باين عند المريض دائما اغلب الحالات اني لحطتها في الأورل في في انجل اف ماوت يتجي ادفانس وحتشوفه اربع حالات وخمسة بالشكل هذي شوفها مش معقولة شوف هذا ما كلهم كارسينوما والمريض مش عارف كراك لب مش عارف ايه فازلين ومش عارف ايش وتوصل لها المرحلة شوف هذه يعني بعض الاحيان انت لما جيك سمبل لب كانسر وما ديرش بروبر اكسجن بالسيفتي مارجن وما ديرش بايوبسي انتر اوبرتف بعض الاحيان اذا كان الفاسيليتي موجودة توصل للمرحلة هذي يعني والمريض يصده هو مسكين الفكتم في الوضع هذا يعني شوف لما بجي تقصص حاجة هذه حتى ما اشتعرف كيف تصل يعني حتى كيف تجيب لها في لابة وخاصة بي امكانيتنا الموجودة يعني سوى كانت خبرتنا او امكانيتنا الاثنين ما تمكننا ان نديروا ميكروفاسكولار سيرجي بحيث نديروا صراحة هذه حالة كانت تعالج على اساس انها دنت الابسيس يعني متحول لي دنت الابسيس يعني شوف انت كنسوكوز انتحها المريض يفقد مجزلة وبعض الاحيان يفقد مجزلة اكتومي زي الحالة تشوف فيها توا هذه ساركومز يعني لما جيك حالة صغيرة زي هذه انا اعتقد ان بعض الناس لا يشوفها يقول هذه غرانيلوما في الحقيقة هي ساركومز ساركومز صح هي بوني وخاصة الأستيو ساركومز هي في الماندبل بون بيسيس ولكن بمجرد ما تمشي شهرين وثلاثة ستجدها في الأورال ميكوزة بالشكل هذا ويأتي بلوزتوت اه غرانيلوما اغلب التشخيصات تأتي على اساس غرانيلوما نفس القصة هذه ساركومز هذه في ثلاثة شهور تجدها وسط المرحلة هذه بعض الاحيان تفتح الأورال كافتي وتشوف السويلينغ لو تشوف هنا في التونس الرفاوسز يعني في الريترو مولر ايريا السويلينغ الموجود حتى شفته ما حشكاش منه المريض من وظيفتك تشوفه من وظيفتك تدينه بالباشن هذه لو تشوف في السيت اسكان شفت البليمورفكا دينوما كيف طالع ماشي في الانفرا تنبر الفصة وضغط المريض لا يستطيع أن يفتح فمه هذه مشكلة الوحيدة المريضة هذه كابوسي ساركوما يعني نحن نشوفه في الحالات هذه يجب أن تختار بين كابوسي ساركوما والميلانوما الحالة هذه اللي بروحها هذه ميلانوما الحالة التانية كابوسي ساركوما انت لو تاخد هستر كويس وتعرف المريض سواء كان رينال ترس بلانت رينال فيلير اي 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 في الحالات هذه كلها يجب ان تتكلم كيف حتى مرات بيبسي بتحتاجها مثل هذه متاع الكابوسي يعني بمجرد ما تاخد انت الهستر من المريض وتتأكد من الأشياء هذه اينا بيبسي توقف انت لا هذه نفيس عالية لا تجب ان تقوم بيبسي بيبسي بمجرد ما في الورال كافتي انا عجبتني مرة من واحد بعتلي حالة يشوف في البروتد بابلا يسحبها مصيبة قلت له رغم انها نورمال لكن برك الله وفيك على قلل انت شفت حاجة ما تعرفهاش تسحبها اب نورمال فكويس يعني النيكتف الخطر اسبونسي هذا قاعد احسم البوزيتي الثالييرز نفس الكلام جاء مريض الوجه المريض كله قدامك خاصة في الميل احنا يعني مش مغطي يعني تشوف حالات زي هدو هدوما جزء من الحالات البيضة السلة اللي شفتها ودرت هني كانت من انحنا في القسم سواء مني ولا مو احد من زملائي اللي كانوا معاي يعني مش كل حاجة عبارة عن لا ورشة لا حبة لا مش عارف ايه فبعض منها تكون ايزي وسمول وكان بيركونستركتد بنصف ساعة وبعض منها كان بيميجر وتضطر انك تدير حالة كبيرة زي توه هكي وتاخد لفلاب منتشست وبعض الاحيان تلقانين اللي فيه تشوه عند المريض فحاجات هادية راه نسمع عن الغرض اني نوريها اني باش نوريكم اراهو الحالة اللي عندها راهي باتل سيكوينسز على المريض بعض الاحيان عندنا حين شريحة من الناس مساكين زيرو ديرما بيد منتوزا اني كانت عندي خمستاشر حالة نتابع فيها في الطبي هدوما الناس مساكين يحتاجوا يحتاجوا مني يتباحهم باستمرار يعتمد على أوف اHerz تيتموز مع المدينة تيتموزة تيتموزة سيدة تيتموزة الإنساب هو انقصة المفارد بعض الحيان مريض يحتاجونся إلى م peach لأن السنكرنس ومتاكرنس تيموريس يمكن أن يرى بعد ثلاث سنوات أو ممكن حتى واحد. ممكن يكون البنيض عندها في مكان ثاني. فمش معنى ذلك زاف الفم ما يجيش في مكان آخر. السيرفيفور ريت يعتمد على الديلاي انتريتمنت والأيج والميل جندر أسوأ من الفيميل. التيمور سايز والبستيرولي لوكيشن وإذا كان المستو باطولوجي اندفرنشيهتد حيكون أسوأ. وخاصة لو فيه المانتخبير والمثالية ورقبية متاثهاتيهات. ترونه النار ممكن يكون تسعين في المية في ثلاث سنوات وممكن يكون يحصل عند 15 في ثلاث ساعة خاصة في التنج. طبعا للتحوث عن مصنف يجب علي أن تلبط نفس عدة 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 عام للمريض أن يتساسي المزيد للنفس المريد ، المفيد للإبتعاد عن السموك والألكوحل ممكن يكون فيه سكريننج وخاصة في الهائي ريسك جروب اللي يعطيك هشتري انه درينكر وإلا سموكر زمان نقوله الخمسين سنة وأعلى الآن نقوله عشرين سنة وأعلى لأن الانسدنس سنقص أصبح في الينجر بيشينتس ففيه انكريز في الينجر والميدل ايج طبعا لما بريماري بريفنشن فيل اللي يساعد أكتر هو اليرلي رفيرل طبعا نحتاجه لي ببليك الناس متعرفش ما حاجة أورال كانس واحد يقول له ما أقوله كانسر في اللسان الناس مش متوقع الكلام هذا طبعا في الحاجة تانية ممكن لكن في اللسان مجيش. فنحتاجه طبعا هذا المريض شي يصيلي يحتاج ريهابيليتش عنده مشكلة عنده في البيتش عنده مشكلة في يحتاج لي احسن ثربي عنده يحتاج لي يحتاج لي منجمي يحتاج لي سيكولوجيك لسيكولوجيك الالب لازم يكون مريض هذا خلاص طول الحياة موجود معاك إلى حين ما يتوفى الله. يجب أن يرى بحالة الحالات شفناها في الطب حوالي 1226 حالة منهم حوالي 400 حالة أو 150 حالة ماليجننت. هادوما كيف اليير انكريز من الوصول تانيه لحند 2010 كيف الحالات الباييبسي زادت وزاد الرفير المنزو ملانا. اغلب انا اسف تبقية مكتوبة باللبيضي اغلب الحالات هي سكويمة سيكارسينومة الاعلى غراف. اقلها هي السليفري جلاند والبيزة سيكارسينومة والحاجات الاخرى. الاسف الشديد أورال كانسل الرائز. ونحن نجد ان نتقل في التعليقات المتحدة. شكرا وبرك الله فيكم. شكرا. 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 شكرا.